قرار مفاجئ يقلب الموازين ويهدد ألاف الطلاب من السوريين الطامحين فبعدما كان التعليم الجامعي للسوريين في تركيا نافذة أمل لهم لتحقيق أحلامهم بات عقبة كبرى تقف أمام مستقبلهم فماذا حدث؟ إليكم التفاصيل التعليم العالي الذي كان يمثل بارقة أمل لكثير من اللاجئين السوريين في تركيا بات اليوم تحديا كبيرا يهدد مستقبل ألاف الشباب وإذا لم يتم اتخاذ خطوات جدية لمعالجة هذه الأزمة فإن الآثار السلبية لن تكون محصورة على هؤلاء الطلاب فقط بل ستتعدى لتشمل المجتمع بأسره فمنذ بداية الأزمة السورية استقبلت تركيا اللاجئين السوريين بتسهيلات غير مسبوقة في مجال التعليم حيث أعفي طلاب السوريون من الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية مما ساهم في ارتفاع أعدادهم بشكل ملحوظ لكن مع انطلاق العام الدراسي 2020 و2021 تغير كل ذلك وجاء القرار المفاجئ الذي لم يتوقعها الطلاب السوريون فيبدو أن الأمور قد تبدلت القرار حمل إلغاء مجلس التعليم العالي لاستثناء الذي منح طلاب السوريين الإعفاء من الرسوم وترك الأمر لرئاسات الجامعات لتحديد مصير هؤلاء الطلاب كما بات الطلاب السوريون يواجهون المصير المجهول السوريون قبل هذا القرار كانوا يتصدرون قائمة الطلاب الأجانب في تركيا حيث بلغ عددهم 61 ألف طالب ولكن منذ ذلك التطبيق شهدت أعداد الطلاب الجدد انخفاضا حادا ففي العام الدراسي 2020-2021 سجلت الجامعات حوالي 10200 طالب جديد بينما انخفض هذا العدد في العام التالي إلى 5610 طالب فقط ووصل في العام 2023-2024 إلى نحو 5200 طالب الجامعات التركية فرضت رسوما باهظة السمن على الطلاب السوريين وألزمتهم بدفعها والتي تراوحت بين 4030 ألف ليرة تركية حينها بناء على التخصص ليستمر هذا النهج عاما بعد عام حتى وصلت الرسوم في العام الحالي 2024 لتتراوح التكاليف بين 30 ألف ليرة كحد أدنى ونصف مليون ليرة تركية مما يجعل التعليم شبه مستحيل لغالبية الطلاب تلك الزيادة السنوية الكبيرة في الرسوم فاقمت المشكلة حيث أصبحت الأقصاط تتضاعف سنويا في بعض الجامعات فطالب الطب الذي بدأ بدفع 126 ألف ليرة في 2021 قد يضطر لدفع 337 ألف ليرة هذا العام مما يضع الأسرة السورية تحت ضغط مالي هائل ذلك القرار كان له تأثير كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عند السوريين المؤتربين في تركيا فمع تزايد التكاليف اضطر العديد من الطلاب للعمل لتغطية نفقات تعليمهم مما أثر على جودة حياتهم الأكاديمية وتشير دراسة أجراها اتحاد طلاب سوريا إلى أن 70% من الطلاب يواجهون صعوبة بالغة في دفع الرسوم بينما 30% اضطروا لترك الدراسة تماماً وفي المقابل وفي ظل تفاقم تلك الأزمة لدى السوريين ظهرت بعض المبادرات لدعم الطلاب السوريين مثل تقديم منح جزئية من الاتحاد الأوروبي ومساهمات محدودة من المنظمات الأهلية لكن هذه الجهود لم تكن كافية لسد الفجوة المالية الكبيرة ففي العام الماضي شملت منحة الاتحاد الأوروبي 1700 طالب فقط بواقع 550 يورو للطالب وهو مبلغ لا يكفي لتغطية المصروفات الأساسية لشهر واحد وفي ظل هذا الوضع دع اتحاد طلاب سوريا ومنظمات أهلية أخرى إلى ضرورة إعادة النظر في القرار أو على الأقل تقديم دعم مالي أكبر للطلاب السوريين ولكن حتى الآن يبدو أن المشكلة بعيدة عن الحل مع غياب استجابة واضحة من الحكومة التركية أو المجتمع الدولي